جد النسب المئوية والجزء والكل في المسألة التالية 150 يساوي 25% من أي عدد أرمزوا للعدد الذي تريدون إيجاده بـ X وهو العدد الذي 150 هو 25% منه أي إذا أخذتم 25% من X تحصلون على 150 وهو ما يساوي X في 25% أي X ضرب 0.25% يساوي 150 جدوا قيمة X الآن يمكنكم الحل بطريقتين اقسموا طرفي المعادلة على 0.25% أو اضربوا الطرفين في 4 لتحصلوا على واحد مكان 0.25% حيث أن 25% تعادل ربع المئة بالمئة يمكنكم الحل بأي من الطريقتين سأستخدم الطريقة الأولى اقسموا الطرفين على 0.25% على الطرف الأيسر يبقى X على الطرف الأيمن 150 على 0.25% عندما تقسمون على كسر عشري يمكنكم تحويله إلى عدد صحيح ولكن إذا ضربتم المقام في قيمة ما يجب أن تضربوا البسط في نفس القيمة 0.25% يصبح 25 و150% يصبح 15 ألفاً ضربتم البسط والمقام في 100 وحركتم الفاصلة منزلتين إلى اليمين 1 لا يقبل القسمة على 25 15 لا يقبل القسمة على 25 150 تقسيم 25 يساوي 6 6 ضرب 25 يساوي 150 اطرحوا لا يوجد باقي أنزلوا الصفر هنا 0 على 25 يساوي 0 0 ضرب 25 يساوي 0 اطرحوا لا يوجد باقي أنزلوا الصفر الأخير 0 تقسيم 25 يساوي 0 0 ضرب 25 يساوي 0 اطرحوا لا يوجد باقي إذن 150 تقسيم 0.25% يساوي 600 ولو استخدمتم الطريقة الثانية أي ضربتم طرفي المعادلة في 4 فإن 0.25 ضرب 4 يساوي 1 و150 ضرب 4 يساوي 600 وx يساوي 600 إذن العدد 150 يمثل 25% من عدد ما أي سيمثل ربع ذلك العدد و150 هو ربع الستمائة حل السؤال الآن حددوا النسبة والجزء والكل النسبة المئوية هي 25% الجزء هو القيمة التي تشكل 25% من الكل ويساوي النسبة والنسبة المئوية ويساوي 600 النسبة تساوي 25% العدد الذي تأخذون منه النسبة أو الكل هو x ويساوي 600 والجزء يساوي 150 150 هو 25% من الكل وهو 600 وبهذا ينتهي الحل